اعلن فريق البحرين الضيافة الملكية تخريج الدفعة الاولى من برنامجه وذلك بعد اتمام المشاركين برنامجا تدريبيا مكثفا في مجال الضيافة بالتعاون مع الشركة العالمية للخدمات الفندقية فور سيزنز وبين الفريق الذي تم انشاؤه بتوجيهات ملكية سامية ان تخريج الدفعة الاولى جاء بالتزام مع الزيارة الكريمة لسمو امير دولة الكويت الشقيقة الى مملكة البحرين حيث شارك فريق البحرين للضيافة الملكية في تقديم خدمات الضيافة وفق اعلى معايير ضيافة العالمية والبحرينية الاصيلة امر من جلالة الملك حفظها الله تأسيس الفريق البحريني للضيافة الملكية وقد قمنا بالتعاون مع الجهات ذات الصلاة تأسيس هذه الفريق وتعيين شركة الفور سيزن ممثلة بفندق الفور سيزن البحرين بالغيام وترتيب تدريب المناسب لهذا الفريق على اصول احسن المعايير العالمية وقد تشرف هذا الفريق اليوم بخدمة جلالة الملك وخدمة ضيفه الكبير صاحب السمو امير الكويت الشيخ مشعل الصباح والوفد المرافق وبعون الله تمت المناسبة بنجاح نفخر انا وفريقي بان ننفذ رؤية جلالة ملك البحرين لتدريب وتأهيل الجيل المقبل من فريق البحرين الملكي للضيافة وقد عمل الفريق جاهدا في جميع مجالات الفندق والضيافة واليوم جاء التتويج عبر تقديم الفيافة في قصر الصخير خلال الزيارة الرسمية التي قام بها سمو امير دولة الكويت الى مملكة البحرين وقد قدم الفريق عملا مميزا ونتطلع الى المزيد من التطور والنماء لموهبتهم خلال الفترة المقبلة تدريب نظري وبعدين مرينا على كل الأقسام خاصة أقسام الاستقبال والطعمة وحتى الغرف والحمد لله اليوم احنا كلنا مستنسين لأنه إنجاز يعني عظيم وأكيد في البداية كانت فيه صعوبات لكن ما فيه إنجاز نفس اليوم يعني بدون الصعوبات لكن الحمد لله يعني الشباب كانوا يعني هما يعني مميزين وأدوا الواجب وأكثر من شي ذي بعد يعني كان شي عظيم فخورة أني أنا التحقت به الشي من نفسي والحمد لله نجحت فيه اللي هو خدمة جلالة الملك وضيوف جلالة الملك شي أتشرف فيه وأشجع فيه كل بحريني وبحرينية إنهما يلتحقون به الشي لخدمة جلالته وأتمنى يعني ذي الشي يكون دفع وحافظ لغيري لكل بحريني وبحرينية تم تدريبنا فيه خدمات كثيرة متنوعة تأهل الشخص أنه هو يكون مستعد لهذه الخدمة وعلى أكمل الوجه فيه فترة قصيرة قدرنا يعني الحمد لله إحنا الفارق كامل نقدر نؤدي ذي الخدمة بشكل ممتاز الحمد لله إننا إحنا رحنا وخدامنا جلالة الملك وخدامنا ضيوفه الكرام والحمد لله إننا القائمين على المشروع ما قصروا وياننا ولا قصروا إننا عطونا العودات والتغاليد البحرينية اللي ننفذها في ضيوفة جلالة الملك وضيوفه الكرام وإحنا سعيدين جداً إننا إحنا تشرفنا إننا نسلم عليه وإننا نضيف جلالة الملك ونضيف ضيوفه طبعاً إحنا بتدينا تدريبنا بأقسام مختلفة في الفندق طبعاً كان عندنا خدمة القرف والاستقبال وكنا بدأنا بعد في المشروبات والأطعمة وشاركنا في حفلات ومناسبات وما قصروا معنا الطهار الموجودين علمونا بعض المكونات والأشياء الموجودة عندهم والمطاعم طبعاً قدموا لنا رواننا شون طريقة التقديم وشون نستغل الضيف كان لنا نشرف اليوم في خدمة جلالة الملك وضيف سمو الأمير دولة الكويت وطبعاً هالشي كان فخر لنا وفخر حق أي بنت بحرينية موجودة أولاً اليوم كان شرف كبير لي أننا أقوم بخدمة جلالة الملك المعظم مع السمو الأمير للدولة الشقيقة دولة الكويت كان الصج فيه توتر خفيف لكن ولله الحمد أدينا الواجب أولاً أقدم شكري لإدارة فندق الفورسيزن لأن صراحةً مويدة بقوفوا معنا الطريقة اللي قاموا معنا بالتدريب كان من الصفر خطوة بخطوة ولله الحمد فادنا حتى في حياتنا اليومية لأنه يحتاج انضباط ولله الحمد كنا قد هالموقف وقديننا تشرف أنه أنا أكون عضو في فريق البحريني للضيوف الملكية وليوم كانت عندنا تجربة ويد رائعة استضافنا سمو الأمير للدولة الكويت وكانت تجربة ممتازة ومن رغم أنها هي أول مرة والحمد لله رب العالمين وصلنا لمستوى ويد ممتاز هاي الحمد لله بفضل الله بفضل إدارة الفورسيزن ووجعها من البداية صعبات لكنها الحمد لله رب العالمين اليوم حقب ما جربنا وكل شيء بالواقع الحمد لله رب العالمين كان شيء سهل ووجه ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة